اريد ان انقذ كرة القدم كما فعل ذلك من قبل سان دييغو برنابيو. بهذه الكلمات اعلن رئيس نادي ريال مدريد الاسباني بداية عصر جديد في عالم المستديرة. عصر قد يكتب بداية ثورية او قد يكتب بداية النهاية. للعبة التي لطالما عشقها الصغير والكبير والفقير والغني. قد توقش احلاما وتدر اموالا لا تعد ولا تحصى. وقد تعلن نهاية كرة القدم التي نعرفها اليوم. زلزال خرج من اسبانيا. ودمر اوروبا والعالم. وقنبلة نووية بدلا من ان تنفجر بالكرة الارضية انفجرت في كرة القدم. فاستنفرت الدول والحكومات والجماهير. ومع كل دقيقة يخرج بيان وهجوم وتنديد او تأييد. لدرجة اننا قمنا باعادة اعداد هذا الفيديو اكثر من مرة. على خطى دوري كرة السلة الامريكية سيسير هذا الدوري المرعب. اليك تفاصيل الهجوم النووي الذي اطلقه بيريز. والاموال الفلكية التي ستحصل عليها الاندية المشاركة. لكن خطط بيريز لم يكتب لها النجاح. وانتهى حلمه قبل ان يبدأ. فكيف كان ذلك? تابعوا معنا. بداية الحلم. محادثات اجريت مع بنك جي بي مورغان الذي نالت دعاية تحلم بها اكبر بنوك العالم. اثمرت عن قبول البنك بتمويل بطولة اوروبية جديدة باسم دوري السوبري الاوروبي بقيمة اربعة مليارات وستمائة مليون جنيه استرليني. لم يكد ان يعلن رئيس نادي ريال مدريد بيريز عن الاتفاق. حتى انضم اليه اثنى عشر ناديا من كبرى نوادي اوروبا. وابرزها ليفر بول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد واسي ميلان واتليتيكو مدريد وبرشلونة وانتر ميلان ويوفينتوس وريال مدريد. رفضت الاندية الفرنسية والالمانية المشاركة. الا ان بيريز فاجأ الجميع عندما قال انه لم يوجه لها الدعوة اساسا. وبمجرد انضمام الاندية سيوزع عليها مبلغ يصل الى ثلاث مليارات وخمسمائة مليون دولار. ومن المتوقع توقع عقود خيالية مع الشركات الناقلة لمبارايات البطولة. ما سيؤدي الى زيادة العائدات الحالية من النقل التلفزيوني. كما ان الارادات ستتجاوز على المدى الطويل عدود العشرة مليارات يورو. والارباح السنوية ستصل لارقام فلكية. نظام البطولة. ستقام المنافسات على شكل دوري بمشاركة عشرين فريقا. خمسة عشر منها بتصنيف المؤسس. وخمس فرق اخرى متغيرة كل موسم تشارك بالدعوة. سيتم دعوتها بناء على الاداء الموسمي لها في بطولاتها المحلية. الاندية المشاركة ستقسم الى مجموعتين. تضم كل مجموعة عشر فرق. وتتأهل الفرق الاربعة الاوائل من كل مجموعة الى الدوي ربع النهائي. الربع النهائي والنصف النهائي سيكونان بنظام الذهاب والاياب مع مباراة النهائية واحدة. وهو نظام اشبه بالنظام الجديد الذي سيقره الاتحاد الاوروبي على بطولة دوري ابطال اوروبا في السنوات القادمة. ستقام المنافسات في وسط الاسبوع بداية من شهر اغسطس من كل عام. وستجري المباريات في مواعيد من المفترض ان تلعب بها النوادي مباريات دوري ابطال اوروبا. العقوبات. رفضت الفيفا اقامة البطولات خارج اطار كرة القدم الدولية. وهددت اللاعبين المشاركين بمنعهم من اللاعب في بطولة كأس العالم. كما هددت اليوفا بعقوبات ضد كل الاندية واللاعبين الذين سيشاركون في البطولة الجديدة. حيث سيتم منع الاندية المعنية من اللاعب في اي مسابقة اخرى على المستوى المحلي او الاوروبي او العالمي. وقد يحرم ملاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية. كما ادان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذه الخطوة. واثنى ماكرون على الاندية الفرنسية لرفضها الانضمام للبطولة. نحو الهاوية. مستقبل كرة القدم في خطر. بتلك الكلمات عنوانت غالبية الصحف العالمية الجشعة والطمع الذي يقود الاندية الاوروبية لتدمير كرة القدم. وبتلك الكلمات عبر الرياضيون والاعلاميون عن اسفهم لما يحصل. يتفق الجميع على ان مستقبل كرة القدم في خطر. وذلك لعدة اسباب. منها ما قاله اللاعب الالماني اوزيل ان متعة المباراية الكبيرة انها تحدث مرة او مرتين في السنة وليس كل اسبوع. تعرف لعبة كرة القدم بجماهريتها الواسعة. واذا ما تم تطبيق القرار فان الاندية الصغيرة والمشارع الناشئة ستهدم. ولن ترى بعد اليوم مفاجآت تحدث في عالم المستدهرة. فعندما تهزم الفرق الصغيرة الاندية الكبيرة فهي بذلك تحقق المفاجآت وتلبي طموحات جماهيرها. هذا كله سيختفي. بالاضافة الى ان هذه البطولة الجديدة ستجمع نخبة نجوم العالم. بسبب الاموال الطائلة التي ستجنيها. واذا ما طبقت الفيفا والويفا عقوباتها فسنرى كأس عالم بدون نجوم. وكذلك لا يمكن ان نتخيل الدوري الاسباني بدون الاندية الثلاثة الكبار. وكذلك بالنسبة لبقية الدوريات الكبرى. ببساطة يمكن القول ان لعبة كرة القدم ستكون محصورة فقط بعشرين ناد وستلغى كل البطولات التي نراها اليوم. كما ستختفي متعة مشاهدة هذا الدور الخارق مع الوقت. فانت ترى عشرين ناديا يتنافسون بشكل متكرر سنويا دون تجديد او مفاجآة. ولاجل النتائج الكارثية التي ستخلفها هذه البطولة الجديدة قرر نادي تشيلسي الانسحاب تحت ضغط الجماهير. ولحق به نادي مانشستر سيتي. ومن ثم انسحاب كل الفرق الانجليزية مجتمعة الى ان تقرر الغاء البطولة بشكل نهائي. وانتهى بذلك حلم بيريز قبل ان يبدأ. برأيك هل سيتوقف الامر هنا ام اننا سنشهد المزيد من الانقلابات في الايام القادمة? وهل ستسعى الفيفا الى تغيير سياساتها المالية تجاه الفرق الكبرى?